ليρίعدين ضبط ويحن متكلم عن اللايباد هر من لايبيدات دي تاني اجازات الكبيرة تمًا طيب مجمعت من مجموعة من مركبات وان بتبقى غير متجنسة يعني تكون اللايبيدات من زرات الكربون اللي هو الكربون والهيدروجين والاكسوجين بس جميع اللايبيدات لا تزوفين في المزيبات القبية زي المي طيب انما جميع اللايبيدات بتزوفوا المزيبات الغرقبية زي البنزين اللي الموجود عندنا وربع كروريد الكربون طيب لو كلمنا على تركيب الجزئ اللايبيدات قلنا اللايبيدات دي بتكون من التحاية الثلاثة احمد دهنية مع جزئ واحد من الجليسرول قلنا الجليسرول ده بيبقى كحول ثلاثة الهيدروكسير يعني لو احنا جينا شوفنا الصيرة البنائية بتاعته حلانه بيكون من ثلاثة كربون خمسة اللي موجود عندنا هيدروجين تلعت احمد دهنية وطلعت مجموعات من الو اتش طبعا بنشيل في الو اتش دي مجموعة الهيدروكسير بيسيل الهيدروزينة وبجيب بداله اللي هو الحمد مين الحمد الدهني اللي موجود عندنا طيب بنصنف بقى اللايبيدات تابعا لتركيبها الكيميائي الى اللايبيدات بسيطة ومعقدة بسيطة ومعقدة او ايه او ان المشتقة اللي هي اللي بتكون مشتقة منها طيب لما نصنف بقى ازان احنا نصنف نال ثلاثة اللايبيدات بسيطة انا بتكون انتفاعل الدهنية مع الكحالية BJÉ إزازاي، الزيوت، الضانية، التون وشموع طبعا الليبةدات المعقدة انا بتتكون باستبدال الحمد الدهني الثالثة متاعا بالمجموعة فوسفات وآيه وقرولين ازيه الفوسف والليبيدات. اما اللايبيدات المشتقة ازاي بتتكون بالتحلل الماقي للايبيدات سوائل بسيطة او المعقدة طايب البسيطة او المعقدة.take علينا خريسترول وستيريودات. قلنا استيريودات دي لا بتخش بتركيب بعض الهرمونات اللي موجودة عندنا في الجسم. طيب. الزيوت والشموع اللي احنا جينا بصينا عليها كمثال اللايفزات البسيطة. هنلاقي ان الزيوت دي بتبقى مودي سائلة في درجات الحرقة دي. بتتكوى من تفاعل احمد ضغنية. غير مشبعة. غير مشبعة مع الجلس رول. طيب. الزيوت اللي بدينا لها مثال. قلنا الزيوت اللي تغطي. يرديش بتاع الطيور المائية حتى لايه. لينفز اليها الماء. ويأوخ خراجتها عشان كده هنلاقي فيه السؤال كان بيجي نعلل. ليه بتغطى ريش الطيور دايما بايه بطبقة من الزيوت. طيب. الدهون قلنا الدهون تبقى مودي سالبة. تتكوى من تفاعل احمد ضغنية. مشبعة. مع الجلس رول. والدهون اللي بتخزن تحت الجلد. كعازل حراري في الانسان وليه. والحيوانة. زي الدب القضي. اما الشموع دي قلنا مودي سالبة. تتكوى برضو من تفاعل احمد ضغنية. بس احمد ضغنية ايه بقى؟ قلنا زيت اوزان جزئية عالية. مع كحول. وحادي الهيدروكسيل. زي الشمع هنا اللي بيغطي اولاء النباتات اللي موجودة عندنا خاصة صحراوية. عشان يقلل من فقد المية في عملية الانتها. طب لما ما ديجي نكشف عن الليبيدات قال لي ايه في سؤال دا من ليه بيستخدم كشف سودان اربعة. يتكشف عن الليبيدات في الاطعامة المختلفة. لانه صبغي قبل الزبان في الليبيدات. ويتغل اللونه للون المين الاحمر. احمد الليبيدات عندنا خمسة بقى. زي قلنا كان فيها عندنا محصوله على الطاقة. ببورد يناحصوله على الطاقة. ولابد ايه? للجسم من استخلاص الطاقة من الدهون في غياب الكربادريت. طيب بناء الخلايا. قلنا بتاع المنتقى او اللي موجودة عندنا. بتشكل الليبيدات حوالي خمسة في المية من المواد الحافظة في تركيب الايه او في المواد الدخلة في تركيب الايه الخلية. طيب بالخصة الليبيدات مكون اساسي للاغذية مين؟ الغذية الخلوية. وزان دا بناء خلايا. طيب. بيعمل ايه بيعمل كعز الحراري? قل ايه اللي موجودة عند دسياتكو. بيبتدي ايه? بيخصد دهون المخزنة دي تحت الجلد اللي موجودة عندنا. اللي هي ايه? تحت الجلد اللي بتستطيعها الحيوانات عشان تستطيعها الحيوانات لنتحافظة عن درجة حارتها في الاماكن اللي ايه? اشعية البرودة. قلنا زي تدب بالخطبة كده. قلنا دينا مثال. طب بتغطي او بتعمل كتغطاء واقي. قلنا دي زي طبقة الشمع. قلنا اللي بتغطي اوراق النباتات اللي ايه? حتى لا تفقد المأشى عاملات الن هرموناتها. قلنا دي بتكسر برضو فين في اولاق النباتات بتغطي ايه? طب بتعمل كهرمونات قلنا زي اللي موجودة عندنا في السلويدات. قلنا نوع من الهرمونات اللي موجودة عندنا داخل ايه? الجسم.